من جانبه دعا رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي أعضاء اللجان النيابية الأخرى لحضور جلسة استماع للقيادات الأمنية المسؤولة عن حماية بغداد وقال الزاملي أن جميع الأجهزة الأمنية أصبحت مخترقة وتعطي معلومات مضللة مشيرا إلى أن تفجيرات بغداد الأخيرة لا تحمل بصمات تنظيم داعش مبينا أن التنظيم أصبح شماعة تعلق عليها القيادات العسكرية فشلها في تحقيق الأمن حسب قوله انهيار أمني واضح تشهده العاصمة بغداد بعد تعرضها إلى سلسلة تفجيرات ضربت مناطق عدة على الرغم من الانتشار المكثف للقوات الأمنية في جانبي الكرخ والرصافة والتي فشلت في أداء مهامها بتوفير الحماية للمواطنين خروقات أمنية مستمرة وسط عجز واضح للحكومة والقيادات الأمنية للحد من هذه التفجيرات التي جاءت متزامنة مع الأزمة السياسية والخلافات الكبيرة بين الكتل السياسية التي فشلت هي الأخرى بإنهاء الأزمة التي أدخلت البلاد في أزمات خانقة يصعب السيطرة عليها مراقبون عزوا تكرار الخروقات الأمنية في بغداد وبقية المحافظات إلى ضعف الجهد الاستخباري العاصمة بغداد دائما ما تشهد خروقات أمنية متكررة متمثلة بعمليات خطف وتسليب واغتيالات إضافة إلى تفجيرات بأحزمة وعبوات ناسفة وسيارات ملغمة تستهدف المدنيين والقوات الأمنية على حد سواء تسفر عن وقوع العشرات من الضحايا بين قتيل وجريح لقناة فلوجة فراس الدوليمي بغداد